بسم الله حد بتكلم على البيم فالمفصل الحران في ودني قلت تعرف هو ايه فدخلت على النت ناس بتقول انه Building Information Model خلاص الموديل موجود مش عمل حاجه Building Information Model وفيه Building Information Modeling عملية انشاء الموديل وفيه Building Information Management اللي هو مين وازاي وامتى هنعمل العمليات ديت اللي هي إدارة عملية انشاء الموديل فلوها انت بتكلم على Building Information Model الموديل قدامك فبتلاقي فيه عناصر جرافيك حاجه سلسلة الأبعاد قدامك وشايفه او سنوية الأبعاد المهم انها مجسمة او موجودة قدامك وفيه Non Graphical Data زي مثلا معلومه مثلا في قلب تكييف هتلاقي مثلا كمية الهوالي ماشي في الضغط هتلاقي الحمل اللي وقع على المسلا الفلور او الروف فدي مش هتشوفها بس الموجودة المعلومه في الخصائص وفيه التكومنتيشن اللي هي مثلا زي زي دخلت انت مثلا عملت ريندر لحاجه فدي كلها ملفات التكومنتيشن ثم نتنقل بقى الـ Building Information Modeling عملية انشاء الموديل وده لازم يكون فيه standard موجودة فيه Workflow من اللي هيشغل في ايه قبل مين ومن اللي هيشغل بعد مين الانشاء هيعمل عمدان وبعد كده المعمار يسحبها ولا المعمار هيحط العمدان وبعد كده الانشاء هو اللي اسحبها وقهر وميكانيكا هل سيحط الحاجة ازاي وهتبادل مع مانت ازاي طب هنعمل لينك ولا هنعمل انسيرته ولا كلنا نشاء نفس الملف كل حاجات دي بقى نبدأ نفكر فيها مع بعض أساس نعمل عملية انشاء الموديل Building Information Modeling بعد كده ما نشي منت ازاي هتدير الملف دوت حاجات بقى زي كود بقى البريطاني الفماتين وتسعين او كود السينافوري او الكود الامريكي في كذا كود امريكي بتبدأ بقى تدفم اللي هنعمله ايه وهناد مع الملك نعمل ايه ومراحة التسليمات والبي بي والم اي دي بي الحاجات دي كلها لازم تبقى عارفها عشان تعرف تدير الموديل هتلاقي بعض المصلاحات برضو انت شغال مثلا Liar الملك عايز ايه لان على اساس كده هبدأ اقرر ايه اللي هعمله تمام يعني انا بدير الموديل على اساس ان انا اسلم للمالك الحاجة اللي هو عايزه فلازم معنا بعرفه عايز ايه فيه حاجة اسمها information exchange طريق التبادل المعلومات بين الموديل وبين الناس هتبقى عاملة ازاي فيه بيم institution plan الخطة بتاعتنا فيه تسليم المشروع هتبقى عاملة ازاي واللي هتسلم ومن المسؤول عن مين ولما كلم حد اكلم مين ويعني بيبقى فيها خطة في التفاصيلية كده مصدر information delivery plan تطلب البتزة تسلم المنتج delivery يعني التسليم فهنسلم مثلا خمسة مراحل المراحل ديت كل مرحلة مثلا سلمك dcam elekIS ومسيح درجة التفاصيل الموجودة دع bastante انتبقنا compute 已通過 من الحوسط لان dcam ld500 وبالتق тан֯ صديم LOD بقريب اس 2 كلي علاج مبنى central management Cde 都是 الناس مثلا هنشغل في اني فولدر وتنفى اني فولدر وبعد كده تعمل بابرش فيهن وتعمل اركائي فيهن فلازم حديث تبقى واضحة في بعض الامتدات لازم نبقى عارفينها لانها تشترط وانا بسهل الموديل اسلم مع ملف الفي سي على اساس ان يقدر حدي ثاني يفتحه ويشغله حتى لو معوش البرنامج اللي كنت تعمل بالموديل لان ممكن تعمله بأي برنامج مش لازم مريق معين فيه ملف الكوبي اللي هو سي او بي اي اي اللي هو construction operation building information exchange ده ملف كواس جدا لو انت عايز شغل فسالة مانجي من تودي كواس جدا طبعا لو انت عامله بالبيم تبقى كويسة وافضل وبيديك امكانيات ان انت تتحكم في كل حاجاتها من المبنى وفي بعض المشاريع بيشترط ان انت استلموا الملف سي او بي اي 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 في اخر الشغل دي بس نظرة عامة لاختصار كلمة بي اي اللي هو building information modeling وبيلدنج يعني سواء اسم او فعل يعني سواء المبنى قائم فعل فعلا يعني شغل لان البيم ينفع حتى بعد مخلص ال construction بيفيد وحتى لو انت بتهدي المبنى من التسبب من الموديل او بتتكلم عن عاملية الفعل عاملية البناء ويقوم بتتكلم عن المراضي يجب ان يكون الموديل يجب ان يكون حاجة سواء سيتي البعد وده بشخاص بالمبانى بس لا حتى الطرق حتى الكباري حتى المدينة كلها تنفع ان ندخل فيها موضوع بيم ويبدو بقي سيتي بيم او ساعة